موسيقى كان نأمل أن يكون هذه السلطة هي سلطة تجريعية رقابية تستند على شخصية النائب وشخصية اللجان المتخصصة في عملية تفعيل نفسها وبالتالي قد يكون هناك فراغ كبير بعملية مستوى الإصدارات من القوانين والتشريعات التخصير في ملفات عديدة كان موجودا وحاضرا على اعتبار أن العرف المبني في البرلمان هو وفق التوافق وليس على أساس المصلحة الوطنية العامة للشارع العراقي بالتالي بالتأكيد ينظر الشارع العراقي لهذه المسألة ولهذه المؤسسة بنظرة على الأقل نقول أنه يريد المزيد أكثر أتمنى أنه من يرجعون يتركون كل شيء ويهتمون بالقوانين المهمة جدا مثل قانون العفو العام مثل قانون النفط والغاز اللي يفيد المواطن العراقي القوانين ذات الاهتمال والتماسي المشترك مع المواطن هاي القوانين إذا سووها الشعب العراقي كله ممتن منهم ننتظر أنه يحسمون ملف اختيار رئيس المجلس حقيقة وهذا الصراع اللي صار عليه اللي حقيقة بدأ ينعكس على الشارع العراقي نتمنى أنه قبل العطلة التشريعية أنه يحسمون هذا الملف ويكون للمجلس رئيس أربعة أشهر مضاف لها خامس ولا زال كل شيء متوقف لغرض تمرير جداول الموازنة التي بالقوة وبالسلام أقرت وعليها الكثير من الملاحظات والكثير من التشريعات لم تدخل حيز التنفيذ والأخرى التي تعيش وقع التسويف استفاهمات تركت بلا إجابات حتى الآن حالها حال الاستجوابات التي غابت عن مكاتب اللجان الرقابية وتحول الأعضاء من المتابعة والتشخيص إلى التأييد والتصفيق فهل هذا هو دور ممثلي الشعب؟ وماذا ستقولون للمواطن؟ بماذا ستقنعوه إذا كنتم عنه غافلين؟ وبرحلة البحث عن المصالح موينشغلين غياب عن الجلسات ورفع للأياد دون نقاش مهاترات على شاشات التلفاز ومناوشات في مواقع التواصل الاجتماعي فهل هكذا يكون التمثيل؟ يا سيادة النائب أم أن التعويض سيكون في الفصل الثاني من العمر النيابي؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر محور حديث من الأثناء الأول سيكون مع الخبير القانوني الأستاذ حيدر السوفي حياك أستاذ حيدر بصراحة شو نشوف العمل البرلماني خلال الفترة الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم في البدء تحياتي لكم ولمشاهديكم حياك طبعاً العمل البرلماني من عام 2005 من تشكيل أول دورة لحد الآن بدأ بالتنازل من حيث الكفاءة والعلمية والمهنية والمواظب على العمل من كل النواحي هذه الدورة الأخيرة وصلت حد الأدنى من عدم الاهتمام وعدم الكفاءة وعدم الاهتمام بالقوانين وعدم الاهتمام بالدوام لذلك دعوا إلى مجلس النواب أن الحرص في تمثيل الناخبين الذين وضعوا أماناتهم وأمانات بلدنا في عناقهم لذلك يجب على البرلمان أصلاً كنواب وكمؤسسات أن يتطور حتى كمؤسسة لم نشاهد مجلس النواب يتطور خلال هذه الفترة بل بدأ بالتنازل لازم المؤشرات والمخرجات واضحة من خلال عمل مجلس النواب نسبة القوانين التي يصوت عليها في كل دورة وفي كل شهر قليلة جداً وغلبها اتفاقيات والقوانين الباقية وهي عدد قليل على العدد الرصابع لا تشكل أهمية لمصلحة البلد وإدارة البلد ورفعة البلد ولتطوير البلد إضافة لأنه مؤشر على أن 90% من القوانين القليلة التي يصدرها مجلس النواب والتي تحال مشاريع تحال هي من الحكومة يعني الحكومة تتساهم بدور كبير في انضاج المشاريع لكن مجلس النواب مدى يعد مشاريع مقترحات القوانين تحدث فيها قانونياً إذا بجلس النواب ما عدد القوانين ولم يكن ذا مسؤولية تجاه المواطن قانونياً شنو ممكن المواطن يقدم شكه على البرلمانت حتى يقدم يعني جهد أكثر حتى أفهم هذه النقطة قانونية نعم جداً جداً سؤال ذكي هذا طبعاً النظام الديموقراطي نعم نطبقي طبعاً بهذه الطريقة 100% النظام الديموقراطي ما بي عقوبة مباشرة على النائب عقوبة مادية مثلاً السجين الحبيس الغرامة لا العقوبات موضوعة من الشعب ومن عوامل الضغط بالبلد على البرلمان عوامل معنوية يعني ما يسائل مجلس النواب عما يفعل لكن يجب أن يكون هناك ضغط علامي ضغط حزاب الحزاب غير مشتركة بالبرلمان أن تكون هناك ضغط وأن يكون الدور الأول وفق النظام الديموقراطي كما معمول به في أوروبا وأمريكا المطورة ديمقراطياً يجب أن تكون العقوبة الأولى هي عقوبة الناخب يعني الناخب ما ينتخب الكتلة أو القائمة أو المرشح الذي قصره أو لا يتمتع بكفايا ولا يتنتبع حروص أو نزاهة لكنها ما موجودة حتى اللي ينتخب هو جماعة فلان وفلان نعم نعم يعني إحنا عنده أغلبية صامتة لا تنسى هذا الموقع وهذول ما يسينه من العملية السياسية جملة وتفسير نعم لذلك يؤشر على النظام الديموقراطي عندنا بالتمثيل البرلماني يؤشر بالفشل شلون؟ شوفوا في أوروبا ليش النظام الديموقراطي ناجح؟ من يترشح حزب إلى البرلمان أو يترشح الحزب من عنده وزير يحرص كل الحرص سواء من كان من هذه الكتلة في السلطة التنفيذية وزير ووكيل وزير مدير عام مستشار ويحرص كل الحرص النائب في البرلمان من هذه الكتلة على أن يقدم كل ما يمكن من كفاءة حتى شنو حتى يقنع الناخب بالانتخابة في الدورة الجاية أو يسكت عنا ما يسوي عوامل ضغط بالأعلامة أما لدينا إحنا الكتلة تدخل البرلمان والنواب يدخلون ويقضون فترة البرلمان فترة مريحة لا يهتمون للعمل البرلماني ليش؟ لأن عندهم شريحة تنتخبهم وهم ضامنين الفوز للمرة القادمة ممثل النائب أو عضو الحكومة في البرلمان الأوروبي الذي يستميد في حتى أقنع الشعب في انتخابهم أنا أردت سألك منه يتحمل اليوم المسؤولية؟ انتهى الفصة الشريعي الأول من عمر البرلمان ولم تقدم قوانين مهمة؟ لم تطرح على الرأي العام؟ منه يتحمل هذه المسؤولية؟ أنا برأيي المسؤولية يتحملها الناخب الشعب الناخب اللي ينتخب ناس غير أكفاء غير نزيهين وحريصين ساب حيدر هم ندفت برأس الشعب يخل نكون منطقيين النائب في برنامج الانتخابي يحلف ويقسم واني راح أقدم واني راح أقدم بالتالي البعض لا أتحدث عن الكل يقضيها بالكافتر يومالبرلمان اليوم الناخب شمدري بصراح؟ طبعا المرشحين أنا شفناهم مرشحين أكو ناس كفوئين ومستقلين ونزيهين وحتى بالأحزاب لا بأس أن يكون بالحزب حتى بالأحزاب أكو ناس كفوئين ومستقلين ومهنين نلاحظ الناخب ينتخب أقاربة عشيرتها صديقة أنا اتكلمت مع أحد الأشخاص وهو على مستوى قلت لأيت راح ننتخب فلان فلان أنا عرفه من عشر سنين هذا غير نزيه غير كفو لانتخب قال قال شوار ما انتخب ابن عمي هذا واني قلت له وضحت له هو يعرفه كل جاني عرفه عندنا أزمة مو أزمة منتخبين عندنا أزمة ناخبين حتى المرجعية أحد خطبها منحثت على انتخابات وانتخاب النزيه والكفو إيش قالت؟ قالت ستكون من يولى عنكم تكونون شبيهين بين من يولى عنكم يعني يعني السلشعب شبيه البرلمان؟ لا الناخب يعني اللي ينتخب الغير كفو والغير نزيه هذا هو سيولى من يكون شبيه لكم لأن الناخب أزمة الناخبين إحنا عندنا مدى ينتخب جيد هذا هم مرتبط بعدم مسؤولية الناخب ليش؟ النظام الانتخابي نظام القائمة النظام عندنا نظام العشائر نظام إحنا عندنا بدأت تخندق الطائفي من بداية وبدأت تخندق الحزبي هذا من كتلة وهذا من كتلة هذه انتهت اليوم أكو وعي لدى الناخب أستاذ حيدر اسمح لي فقط أن أرحب بالنائب السابق الأستاذ حسن فدعان حياك الله أستاذ حسن أهلاً وسهلاً وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ حسن كنا نتحدث أنا وأستاذ حيدر عن الفشل البرلماني في هذه الدورة فشنو رأي حضرتك بهذه الدورة؟ انت نفس التشريع الأول للبرلماني شنو رأي حضرتك بالدورة البرلمانية؟ شكراً لكم وأعتذر التأخير وتحية لكم العزيز بصراحة هو الدورة السابقة شنو اللي قدمها مجلس النواب حتى هذه الدورة أو نقارن مثلاً بين الدورتين الدور الرقابي والتشريع لمجلس النواب معلأسف الدورة السابقة والدور حالي هس شوية أبلش سيد مندلاوي ينشط هذا الدور عد مجلس النواب كان إدارة الجلسات إدارة خاطئة وهناك تسيوا كنا بصعوبة يعني يتحقق النصاب في إدارة الجلسات جلسة يدعون إلى النواب يدعون إلى جلسة وبعضهم من البصرة والعمارة ومن شمال العراب يدعون الجلسة ساعة عشر صباحاً فيجون قبل العشرة تؤجل الجلسة إلى عشر مساء وبعضهم تؤجل إلى يعني هاي الطريقة الفوضوية شون نقدر اللجان وعمل اللجان وحقيقة كانت تكون طريقة فوضوية امتناع مثلاً رئاسة مجلس النواب عن تمرير استجواب الوزراء يجي الوزير يوم رئيس مجلس النواب يقعد التفقية يقول لان راح أعطل لك الاستجواب كل ما يجي المستجوب يعني النائب المستجوب للوزير يطالب وين استجواب ما تصار على الجلسة الجاية وعجل السجاية وينطلون وسيفون الموضوع من هي تحمل المسؤولية اليوم المواطن ناقم على هاي الوضعية طبعاً رأس المجلس النواب هي تتحمل المسؤولية الأولى في انضباط الجلسات وانضباط إدارة الجلسات وانضباط عمل اللجان بالنظام الداخلي نائب رئيس مجلس النواب هو اللي يشرف على اللجان في زمن سيد حسين الكعبي كان هناك تنشيط لعمل اللجان مجلس النواب لكن بشكل عام ما كانت رئاسة مجلس النواب ما كانت حريصة على تنظيم أو تنشيط عمل مجلس النواب طبعاً الآن شفنا سيد مندلاوي عمل بشكل جيد ونشط المجلس لكن ما تحقق شي يعني عدة قوانين مهمة قالوا للنفط والغاز العفو العام تعديل سلم رواتب الموظفين ما شفناها نحاضر لا شرعت قوانين هواية مهمة كل شوية قوانين مهمة انا بداية الحديث انا انتقدت لكن ما نقول ما كو انا ما احب هذا المنطق اللي سواوا قلنا كيش ماكو هذا هذا الحدش مصحي نقول هذا صار هذا ماذا ما صار نعم قانون نفط غاز ما صار ما صار قوانين شون القوانين اليوم اللي تمثل مواطن الساب حسن في كل دورة عشرات القوانين مثلاً على سبيل المثال وليس الحاصر يعني ما تحضم كل النواة وكل القوانين بس الآن نقدر أطلعهم قانون التقاعد الموحد وهو كان قانون جيد وناضط جداً نعم ويخدم شريحة كبيرة من ابناء مجتمع العراقي وعطى فرصة كبيرة ايضاً للدماء جديداً تأتي الى الخدمة والتوظيف في مؤسسات دول المكتفة ووفر مئات العلاق من الدرسات القانون الآن يشرع فيه ظل رئاسة السيد المندلاوي هو قانون النظام الاجتماعي اللي أتاح لكل مهنة من مهن في العراق أن يكون له تقاعد أي مهنة يروح يسجل في الضمان الاجتماعي ويلفع توقفات تقاعدية يحال على التقاعد بعد 15 سنة وبلوغ 45 سنة من عمره زين يعني أنت تقصد عدة قوانين مهمة شرعة هذا في زمن حسن المندلاوي لو المكون السنة الآن أنت جنة مثل السيد محمد الحلبوسي شو راح نسوي؟ هم راح يبقى البرلمان معطل كما كان؟ طبعاً إذا رئاسة مجلس النواب ما اهتمت باختيار الآن الكتر السياسي ما اهتمت برئاسة مجلس النواب واختيار شخصية قادرة ليش؟ يعني أنا يحكى أنا ما شفت يعني ما كنت ناعة في زمنها يحكى أنا في زمن أسامة النجيفي أستاذ أسامة النجيفي كان أيضاً كان مجلس النواب نشط وكان يعني يؤدي دور جيد رقابي ويؤدي دور أيضاً تشريعي كان أمنى أن يتم اختيار رئيس مجلس النواب جديد بأسرع ما يمكن ويمتثل يعني تكون فيه هذه المميزات الإدارة الصحيحة والقيادة الصحيحة وتنشيط عمل النواب في الدورة السابقة أذكر بعض القرارات كانت تقييد يعني مثلاً قال ممنوع النواب يخاطبون الوزارات بالدور الرقابي قال زمر سيد محمد الحلووسي طيب ما مشى القرار النواب الترضوية بس بالنتيجة يعني كان أكو محاول التضييق موضوع الاستجوابات كل ما نجيب استجواب وراء شهر ونوص يرجعون بخلل فلاني بكل فأكو كان مماطلة في موضوع استجواب الفاسدين إذن أستاذ حيدر البرلمان له ما له عليه ما عليه يعني مو بالطريقة السوداوية أيضاً قدم قوانين جيدة أيضاً يحاول لكن أكو مشاكل وثركة ثقيلة من رئاسة مجلس النواب سابقاً نعم السيد النائب يتفضل يقول ذب الخلل على رأس المجلس النواب هذا شيء داخلي في مجلس النواب أكو خلل بالرئاسة النائب الناخب والشعب والمواطن ما ينظر إلى الخلب المؤسسة يعني هاي معناها كل نائب أو كل كتلة ذب الشماعة على شماعة الرئيس والرئيس يذب الشماعة على النواب يقول ماذا يحضرون شو سواء وما يحضرون اللجان المواطن ينظر إلى البرلمان كمؤسسة ما إلى شغله هو بهذه الخلافات الداخلية المشكلة وين؟ برئاسة البرلمان لو بالبرلماني لو بالناخر حسب ما مؤشر عند الناس وعند الجهات الرقابية إنه الخلل في جميع نواحي البرلمان سواء رئاسة كمؤسسة أو اللجان اللجان مدى يحضرون أو أعضاء مجلس النواب أعضاء مجلس النواب يعني في الموازنة غايبين فوق المية بالاعتياد ليش ماكو قانون يمنعهم؟ كم مراقبين بالاعتياد 100 نائب غايب بالاعتياد 150 هاي بالاعتياد ماكو قانون؟ ماكو قانون؟ ماكو مفاعل؟ ماكو مراقبين؟ ماكو قانون يغيب 5 جلسات متتالية أو 20 جلسة متعاقبة يقال هذا طعم ما مطبق لتجاذبات السياسية بين الكتل والتناغم بين الكتل السياسية هناك غرامة 500 ألف دينار عن كل جلسة ما يحضرها النائب ماكو يطبق الطبق هيت الرئاسة ليش؟ لأن هناك اتفاق بين الكتلة السياسية على عدم تطبيق هذا القانون لذلك خلل كبير في مجلس النواب سواء كمؤسسات أو كأفراد قانونيا هل يستحق النائب كل الامتيازات والمخصصات وهذا الراتب الضخم في حال عدم حضوره للجلسات أو متابعة عمله بصورة صحيحة قانونيا غير أنه هذا القوانين اللي حضرتك لأصلا رئاسة البرلمان ما جاي تطبقه هي العقوبة على النائب في حالة الغياب أنه يقال إذا وصل حد 20 متعاقب أو 5 متالية ويغرم عن كل جلسة 500 ألف دينار هذه العقوبة المفروض هذه العقوبة تستنفذ لذلك يبقى النواب الملتزمين لنهاية الدورة البرلمانية عند نهاية الدورة البرلمانية القانون يمنح الامتيازات التقاعدية الكاملة فبموجب القانون النائب يستحق الامتيازات التقاعدية الكاملة بعد انتهاء الدورة النيابية على أساس أنه القانون مفترض أنه ذول الباقين ذولهم الملتزمين يفترض القانون شنو؟ أنه المخلين بالإداءة البرلمانية باعتبار انقالوا أو تغرموا أو تعاقبوا فالعقوبة في حينها عقوبة وقتية في حينها سواء بالغرامة أو بالإقالة للقانون يفترض أن هذا القانون قانون امتيازات وحضور وغياء مجلس النواب قانون الامتيازات يفترض أن قانون الحضور مطبق 100% لذلك قانون الامتيازات يمنح النائب عندك ما للدورة النيابية كامل الامتيازات والحقوق باعتبار بقى والصفوة اللي يستحقون الامتيازات إذن أستاذ حسن يعني ما تجاي طبق القانون على النائب الغائب وعدة عدة قصص سمعناها في زمن سيد محمد الحلبوسي عن تهوات عن رشاوي دفعة يوم المواطن باقي مش شوش يقول لك البرلمان لش قدم كل هذه القصص داخل البرلمان؟ نعم كلام سيدة طيف صحيح أنه المواطن شنو علاقة به هاي التفاصيل ماذا علاقة المواطن؟ مواطن انتخب وعدة الدورة العالية يبقى الدور على مجلس النواب أن يؤدي الدورة العالية ويكون تخصير في الأداء بس مثلاً لما نقول حضوء الغياب 150 غايبين هذا يعني أن 170 أو 175 حاضرين فنحن لا نقدر نقول مجلس النواب ما عدى دورة وما يشتغل لما يحضرون 175 وغيبون 150 170 اللي غايبين مو شوي لا هو أنا جاي أقول لما غايبين 150 إذن الحضور من أصل 329 150 اذا فوق 170 حاضرين وهم ملتزمين أكو جيدين دول ملتزمين فإحنا ليش نطلق الاتهامات على الجميع يعني هذا الاتهام يطلق على الجميع مو على الجميع بالفشل مو على الجميع لا لا بينما هم أقل من النصف اللي هم غير ملتزمين وربما الثلث أحيانا اللي يكون عددهم أو أقل من الثلث اللي غير ملتزمين وبالنتيجة دولة غير ملتزمين غير الملتزمين هم انتخذهم الشعب يعني ما حد جابهم بالقوة وقاعتهم مجلس النواب سيئا وخيار الشعب كان خيار خاطئ والشعب أيضا يتحمل جزء أساسي من المشكلة أستاذ حيدر اتطرق لهذه النقطة يعني أنا أمطيك المثال والآن شيء على الهواء نعم موسر أنا في يوم من اليوم قاعد بالقاعة وحلبوس يضرب قال تصويت يدي نبه لهذا تصويت فصف بناء أبشاليدا ويباعب الموبايل قلت له وفلان علي ما صوتي ضحكت علي ما صوتي قال موسمعتم قال تصويت قلت له وعليا ما دا صوتي قال ما هادر تزين عليها قانون قال ما هادر تزين تقاري القانون قال نشتقى قانون طبعا يا قرى قانون قال أنا هاي الدورة الثالثة نائب زين أخسم بالله ولا مرة قارئة ساطر واحد ولا قارئ قانون ولا أدر بالقانون وشينو ثالث دورة يعني هاي والله مصيبة يعني هذا بيدة بيدة حكم الشعب الآن ضد من ينتقد هذا النائب لابد هذا النائب ما علي أي لوم ولا علي أي ذنب شون سوشي انتخبه وثلاث دورات انتخبه ما يهم هذا يقرأ قانون دولة يهم من ينطيه معامل يريد النقل من فلان دائرة لفلان دائرة ينقله أو من قال من خابرة جاوبه وجاب الفاتحة وراح لديش الحامل جابت وراح لهذا الجسمه وراح لنتخبه وفاتح بيته يستقبل طلبات المقصائي المعقب بس هل أدى دور الأمانة الحقيقية في مجلس النواب لتشريع قوانين يتهم كل الشعب العراقي لا هل هو حريص؟ أبداً مو حريص وهو يقل لي يعني ما مستحملت سيانس يعني سيانس سيانس نشور رح نعرف هذا النائب يشتغل عن هذا النائب ما يشتغل ما يكون رقابة شعبية رقابة شعبية على الأداء أكون نواب واضحين عملهم الآن أدنا نواب واضح جداً عملهم وأداءهم نزيهين نزيه شرفاء يقرون القوانين يتابعون بدقة المواد في القانون وطلعون يصرحون بالإعلام الله وكليس دولاً ما رح يفوزون بالدورة الجائدة ما رح يفوزون هل يشتغلون ما رح يفوزون ما رح يفوزون ما رح يفوزون لأن هذا من يأتي واحد لا حتى لو متواصلة للناس متواصلة للقاعدة مجاملات متواصلة بس من يجيه لطلب واحد يقل له نقني يقل له ليش فتني تنقل غير تقدم عن طريق مديرك أو أكو خطة أو هذا طلب تعيين يقل له غير أكو يعني لازم عدالة بتحقيق يعني معقولة هسا الشعب هذا ما رح يفوز شعور الناس هذا يحقق العدالة ما رح يفوز الكفو والحريص واليعمل ما يفوز فلذلك أنا ما رح يحقق فرصة صحيح تجربة لا رح يحقق فرصة بالفوز باعتبار الناس لديه مصالحها هي الشغلات الخاصة ما رح علاقة على سما أستاذ أستاذ أمكن تأييد أنا حتى عن تجربة موحشة نائب لا يشتغل وين مقضى وقته مقضى وقته بالوقت يمشي معاملات وتعيير ونقيل هنا يحصل شعبية أكثر من اللي يشتغل يشتغل لا تعرف في الناس ثلاث دورات هاي النائب نائب ثلاث دورات ولا مرة طلعا بالأعلام ولا مرة ما تطلع بالأعلام تجي بالجلسات طيلة الجلسة تخابر وين ما أروح لي وزارة أجي ألقاها بريدها ورايحة تفتر بالوزارة معاقبة ما لها علاقة بالدين يشبيها ما بيها إذن تخدم جمهورها لكن ما تخدم الشعب ما لها علاقة بالقوانين لا تراقب لا الشرع ولا تراقب وهو دور الأساسي لمجلس النواب هو الرخاب والتشريع هاي سببها المخاصصة هي لا تراقب ولا شرع ولا علاقة تمشيت معاملات زين هي معاقبة معاملات لا إله الله الله يعني فلما أنهم معاقبة معاملات والله مصيبة أستاذ حيدر إذن سؤالي لحضرتك اليوم المشكلة مشكلة وعي لدى المواطن وعي الناس شوان نقدر نثقف اليوم المواطن حتى يختار الأوض هاي مهمة طبعا يقول مرحبت أستاذ أستاذ أعفونا على قاطعتك نعفو أكو نوع آخر وهذا ما أعرفه أنا سؤالي فتي أنا نائب شفته آخر دورتنا نهاية دورتنا بالكافتيري قاعد فأنا قاعدين أربع خمس نواف وقاعدين فأنا فأنا داخلوا ويانا مزيل فقيت لحضرتك أدوان وهنا مجرس النواف ضحك قال أنا نائب لم أشاهدك قالني صح ما أجي ثاني بس جاءت أديت اليمين وبعد ما أجي صحيب أخو ما مريض شي قال لا مفروضين وجوده في مجلس النواف لحماية أعماله من أحد المحافظات الشمالية الغربية المدشنهية في كل دورة نهاية الدورة آخر أربعة الشهر يأتي يصرف له ثلاثة أربعة مليارات تبليط وهذا الفقير وهذا عدد عملية وهذا عندك يحصل له سبعة ألاف ثمانة ألاف صوت يسعدنا يصرف له مليارين ثلاثة أربعة مليارات هو خلال الدورة جامع له من مشاريع الاستثمارية جامعة في عشرين ثلاثين مليار فشنو مليارين ثلاثين طبعا هذا لا يحواج ناس ولا رقم تلفون عدهم ولا يندلونه هذا بكل انتخابات يفوز بالفلس طبعا هي الأساس مهمة النائب وفق الدستور كعمل برلماني كمهام برلماني تشريع القوانين والرقابة على إداءة الحكومة يعني خاف الحكومة تقصب غير ذني إذا ينشغل به النائب يعني ما أم أدي عمله كثير من نائبين النواب مثل ما تفضل الأستاذ لا يحضر لتشريع القوانين طبعا لا يحضر برلمان لا هو يساهم تشريع القوانين ولا هو يساهم برقابة على إداءة الحكومة أغلب وقت 14 ساعة وين بالوزارات وبالدوائر يعقب معاملات هذا مو عمله هذا رح يخدم معناها رح يخدم ألف ألفين ما رح يخدم العراق ما رح يخدم الشعب عمله التشريع والرقابة غير هذا العمل يعني معناها أنه النائب مقصر 100% لذلك النواب الجيدين وتحية لهم هناك نواب جيدين جدا ومن ضمن الأغلبية لتحضر وتواهب دايحضرون ودأدون مهامهم وعملهم ما ينتخبون ما ينتخبون ليش لأنه ما دأدون معاملات نقل هذا ونقل بالتفلان هذا ونقل أو تبليد هذا الشارع عمو مسألته مو شغلة هو شغلة هو شغلة تشريع القوانين والرقابة إذن القانون ليش ما يطبق من رئاسة البرلمان هاي بعد رئاسة البرلمان بالنسبة للآن لا راقبة زين شن الفقرة القانونية على رئاسة البرلمان إذ لم تطبق القانون أنا راقبة دولة اللي قال عليهم اللي يتفضل عليهم الأستاذ النواب الميدامون غيابات عليهم غيابات دي يسجل غيابات لأنه أخاصة أيام الكرت يحطون الكرت دي يمنحون إجائز مرضية دي يمنحون إجائز مرضية من رئاسة البرلمان أنا اللي لاحظت بجلسات الرئاسات السابقة أما هاي الرئاسة هاي مو برلمان هاي مدرسة نعم سؤالي شنو العقوبات القانونية على رئاسة البرلمان إذ لم تطرح أو تنفذ القانون طبعا المفروض على رئاسة البرلمان هنا ما طبق القانون قانون العقوبات ينص على أنه في حالة وجود موظف أو مسؤول مهما كان درجته ما يطبق القانون يحال لعقوبة لمحكمة الجنح عقوبتها تصل إلى أربع سنوات السجن لكن هذا ما حيطبق قليش لأنه مفروض المفروح أنه هنا يتحرك للدعاء العام الدعاء العام المفروض المفروض للدعاء العام مثل ما بمصر فعال للدعاء العام يحيل أي وزير يرتكب خللي يحيل أي نام هنا ما مفرح هنا للدعاء العام ليش أيضا للدعاء العام شي يقول يقول القانون شرع مجلس النواب جمّد صلاحياتي أعطى الصلاحيات للمفتشينه وما نطاني صلاحيات بينما هي مهمة الادعاء العام تحريك الشكوى على كل شخص مهما على أو سفل في الدرجة في حالة عدم تطبيق القوانين إذن أستاذ حسن ليش الادعاء العام جمد؟ يقدر يأدي دعوى عند قانون يقدر يأدي دعوى بس ما أعرف الدور بالادعاء العام ضعيف في العراق وهناك دعاوى أصلا يطالب بها بشكل رسمي يطالب الادعاء العام بإيئة تحريك شكوى ولا يقوم بدوره كما ينبغي وإذا كانت الذريعة في السابق الأمر أن هناك مفتشين عموميا في الوزارات وليس لديون هذا وغيفة فتم إنهاء عمل المفتشين والآن ماك مفتشين بالوزارات فليش ما بعد ذهاب المفتشين ليش ما استؤنف عمل الادعاء العام؟ إذن إهمال له صفقات؟ لا أنا أعتقد أكو تقصير أكو تقصير في عمل الادعاء العام زيان إذا أكو تقصير في عمله ماكو جهة حاسبة؟ أتقول لي يا أبا تعال للادعاء العام أنت ليش مدد تشتغل بشكل صحيح؟ الادعاء العام هو إحدى مؤسسات السلطة القضائية ولا يحق للسلطتين وفق الدستور مبدأ الفصل بين السلطات التدخل في عمل السلطتين آخر إذن إستاذ حيدر منه رح يحرق الادعاء العام؟ إذ لم يقوم بيواجه بإحتجاه النواب وتجاه هذا القضايا الكبير؟ الوضع بالعراق هو هذا هذا الوضع بالعراق قايم على عدم مشكلتنا تشريعية إدارية عندنا قوانين لا عندنا قوانين عندنا منظومة قوانين متكاملة يعني إذا رجب نعمل ونصير مثل أوروبا نقدر نوصل بهذه المرحلة تطبيق القوانين يعني من إجوا الأمريكان وقعدنا وياهم ورادوا يعدلون القوانين وقلنا لهم لا هاي القوانين هي شيء اتفاجأوا اتفاجأوا على مهنية ورصانة القوانين عندنا قالوا هاي قوانين كم الظاهد قوانين الأوروبية والأمريكية بالعكس رادوا يخربوها وما قبلنا إحنا لذلك عندنا قوانين كاملة لكن تطبيق القوانين عمل البلد كمؤسسات مدى يعمل كمؤسسات؟ هواي أمور من ضمنها حزبيات من ضمنها مؤثرات الدول وين الخلل؟ لماذا لا يفعل القانون في العراق؟ هواي أمور تدخلات الحزبية كل جهة من حزيب تدخلات الدول الجوار هواي أمور وجود المال السائب هواي أمور وجود الحساد وجود الفوضى فصل التشريع الثاني أستاذ حسن رح يكون جيد رح يقدم شيء للمواطن إذا بقى السيد المندلاء وعلى هذه الهمة أكيد يكون أداء جيد وإذا تم اختيار رئيس مجلس النواب جديد وهو ما ينبغي أن يكون بالتأكيد رح يكون جيد هناك قوانين كثيرة تنتظر لمجلس النواب ومجلسه المتهيئة طبعا يوم أمس كان هناك دور أساسي وإيجابي في تمرير قانون أو جداول الموازنة لسنتين المتبقيتين وهذا كان إنجاز كبير ما صار بلغوط ما صار بمشاكل نعم هناك ملاحظات على الجداول الأنصف للمحافظات الجنوبية لولا نعم هناك ملاحظات على الجداول لكن أنا في تقديري ما كان هناك أنصف ما كان هناك أنصف؟ نعم ما كان هناك أنصف للمحافظات وعد السيد رئيس وزراء بمبالغ المخصصة لتنشيط أو إعادة المشاريع المتركئة أن سيدعم المحافظات وسوف يزود المحافظات بالموازنات الإضافية لأن أقوى ساحة جيدة أعطيت لرئيس وزراء في قانون موازنة قال أنا عندي القدرة أن أزود المحافظات وما راح يكون هناك أي تقصير تجاه المحافظات بشكل عادل شكرا جزيلا النائب السابق حسن فدعم نورتنا في حصاد اليوم شكرا الخبير القانون الأستاذ حيدر السوفي نورته في حصاد اليوم شكرا لكم إذن ملفنا الثاني راح يكون عن حالات النصب الألكتروني على العراقيين بواسطة شركات وأرقام وهمية عبر تقديم الوظائف والعروض والجوائز والغاية منها سرقة أموال العراقيين راح لفتحه وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع محتالون يتصيدون احتياجات الناس للإيقاع بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعية حيث بدأ الظواهر النصب والإحتيال تنتشر على عدة تطبيقات تهم المستخدمين بالقروض والسلاف عن طريق الاتصال أو إرسال رسائل نصية من أرقام تهم إنها تابعة إلى مصارف مقابل مهام لا تتطلب جهدا فقط إرسال الرقم السري للبطاقة الإلكترونية الخاصة بك للحصول على قرض مالية وهي في حقيقة الأمر نصب واحتيال أكو كثير من البيجات هاي تكون بيجات هي وهمية تم تمويلها يعني من قبل جهات أكيد هي تشغل بالابتزاز الإلكتروني والآخر فشو سوي تبعث رسائل المواطنين على إنه تم اشتراكك بكذا سلفة وتعرف أنت إحنا بالعراق حاليا المواطن كلش محتاج يعني ذاك من ذاك اللي عنده فالمواطن هو محتاج أصلا سلفة يشتري سيارة أو يشتري بيت فبالنهاية رح يشوفها أنها فتشي كل الشبير فيتم اشتراكه أو حسب ما يعني أنا شفت بعيني يتم إرساله رساله على الواتتاب يقوله أنه بس إرسلنا الكود أو إرسلنا الرمز مالت البطاقة مالتك بالنهاية هو خطأة يعني أكيد محتاج يرسل هذه تروح كل فلوسه مع فقدان الوظائف على نطاق واسع حذر مختصون من الوقوع في شباك عروض العمل الوهمية من قبل بعض الشركات التوظيفة التي باتت تنتشر في الأوينة الأخيرة داخل العراق وخارجها من قبل متنفذين لا وجود لهم على أرض الواقعة للأسف هناك بيجات تستغل عملية البطالة الموجودة والجيش العاطلي من الشباب المتواجدين في العراق وبالتالي تقوم بطرح عمليات لمقابل أموال طبعا من أجل تشغيلهم قد تكون في جهات حكومية أو جهات قطاع خاص هذا الأمر يعني يتطلب أن تكون هناك رقابة حقيقية على هذه الجهات عمليات النصب والاحتيال عبر الشبكات التواصل الاجتماعي وباء جديد يهدد العراقيين خصوصا الباحثين عن العمل وسط تحذيراتنا من التعامل مع هذه الشركات الوهمية من العاصمة بغداد شابانسامي الأيام الفضائية محور الحديث في ملفنا الثاني راح يكون مع رئيس مجلس المسار الرقمي العراقي الدكتور صفد الشمري حياك الله دكتور حياك الله سيد فرح وحيا جمهوك أهلا وسهلا دكتور برامج التواصل صارت بلوف كل الطرق تحاول تأخذ الفلوس من المواطن العراقي هسا عن طريق مرة جوائز عروض وظائف وهمية وإلى آخرة شنو اللي جاي يصير حضرتك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام حياك الله وحيا جمهورك بالكريم أهلا وسلام وحقيقة هذا موضوع غاية في الأهمية نعم يعني حينما نتحدث عن أي قضية ذات علاقة بجريمة الإلكترونية قد ترتبط بشريحة معينة لكن موضوعات مثل الابتزاز الإلكتروني مثل نصب والاحتيال الرقم الإلكتروني هذا يمكن كل مواطن كل مستخدم يمكن أن يتعرض إلى مثل هكذا حاله في أي لحظة صحيح وأعتقد أنه جنابش كل الأخوة المشاهدين وحتى الحاضرين في هذا الستيديو كلكم يمكن تعرضتم في حالات معينة إلى محاولات للنصب والاحتيال فبالتالي هذا يمكن أن يمث كل مستخدم عراقي لكن بشكل عام في ظل عدم موجود تشريعات تنظم الجريمة الإلكترونية في العراق هذا كله أسهم في زيادة مثل هكذا حالات وخصوصا أنه اليوم تستهدف شراح كبار السن بالدرجة الأساس فيما يتعلق مثلا خصوصا المتقاعدين حينما يحصلون على قواعد بيانات تتعلق مثلا أنت اسمك الفلاني وهذا رصيدك وفلان دائرة وفلان كذا فبالتالي سيحاول أن يقنع هذا بعدين انتصر بيحصل على تليفوني ويحاول يتصر به وبالتالي يطلب بعد التواصل معه مثلا ممكن أنه يقول له أنه ممكن راح تجيك مكافية راح تجيك جائزة يجيك قرض مقابل كود أنه أنت راح تبعث لي وهذا الكود حينما يحصل له هي تشوف أنه حول حسابه أو حول كل ما موجود في بطاقة الإلكترونية إلى من؟ إلى الحساب الشخص الوهمي أو هذا الشخص المحتال منه يراقب؟ منه يراقب؟ حضرت قلت لا يوجد تشريعات تتعلق بالجرائم الإلكترونية من المفروض يراقب؟ والله هي المفروض أن تكون هناك أجهات معنية بمواجهة الجريمة الإلكترونية يعني اليوم إحنا إجراءنا موقائي يعني اليوم إجراءنا راح يكون علاج إنجاز التعبير يعني حينما يتعرض الشخص إلى النصف وإحتيال فبالتالي بعدها يتجه إلى مركز شرطة يتجه إلى المصرف الذي في حسابه وبالتالي يحاول يعالج هذا الموضوع لكن هل توجد هناك إجراءات احترازية؟ للأسف لا توجد مثل هكذا إجراءات في العراق لماذا؟ لأن مثل ما قلنا جنابش أنه لا توجد مؤسسات في العراق تنظم هذا المجال هذا واحد إثنيا لا توجد تشريعات تلزم المؤسسات العراقية في مواجهة هذا الموضوع هناك موضوع غاية في الأهمية يتعلق بالنصف والإحتيال يعني معظم اللي يحاولون مثلا محتاج قرض معين محتاج سلفة معينة فبالتالي شي ساوي يقدم على الشركات الوهمية اللي موجودة على وصائل التواصل الاجتماعي ويقول كل شكله شو اللي يصير اللي يصير أنه ممكن أنه بعد يعني إذا كان هذا الشخص محتال أنه قد أخسر راتب راتب مثلا 500 ألف دينار بسبب المتقاعد فمو مشكلة أعتبره رحية إذا ما حصلت إلى 5 ملايين أو 10 ملايين دينار لكن المشكلة يعني هو لي قدام خالفي باله أنه هذه ممكن فحية فمو مشكلة إذا بالتالي رح يغير لكن المشكلة هنا أن القضية لا تقف عند 500 ألف دينار المشكلة أنه هذا الشخص يعني أنا حينما أتعرض إلى عملية مثلا بطاقة تستخدمها الشخص آخر بهذه الطريقة حينما أروح المصرف الرافدين ومصرف الرشيد لأي جهة أنا أصدرت منها هذا البطاقة أول شيء رح يحلوني إلى وحدة غسيل الأموال لأنه ليش لأنه رح يشوفون البطاقة مالتي من هالفترة هالفترة ما هو نشاطه فربما قد تستخدمت بطاقته بعد أن احتاس أو تحكم بمجرياتها شخص آخر في موضوع غسيل الأموال وهذا في هذه الحالة قد أتعرض أنا أو أتهم بجريمة غسيل الأموال فلذلك أعتقد يعني غسيل الأموال تصل إلى 15 سنة تقريبا فبالتالي هنا المشكلة شنو المشكلة أنه أنا المفروض أن أفهم الجمهور أفهم المستخدم أن القضية ما تقف أنه عند عدرات ما كان يروح الـ 500 و 600 ألف وتروح تطورت بجريمة أكبر المشكلة قد جريمة كبرى فبالتالي المفروض الوعي يصير يعني المفروض أجزة الدولة أن تثقف الناس أنه أنت لا تقف حدود النصب والاحتيال أن قد تخسر 500 ألف ديمار زني الدولة وين عن هذه الشركات الوهمية يعني هس حضرتك تعرف أكو روابط متداولة عبر الواساب اشتركوا أربح جائزة شنو خطورتها هالي؟ هذه ما يطلق عليها بالروابط الانتحالية هذه الروابط الانتحالية اللي بدأت تستخدم بشكل كبير وخصوصا يعني مثلا موضعة النخب النخب من توصل مثلا أرقام تليفونات توصل من خلال القروبات اللي يشارك بها اليوم هالقروبات اللي يشارك بها خطيرة وخصوصا على واتساب لأنه تليفوني متاح فبالتالي بعد أنه تتم متابعة هذه القروبات من قبل شخصيات انتحالية معينة فبالتالي قد وخصوصا القروبات اللي بيها شخصيات غير عراقية يعني مثلا شخصيات عربية وشخصيات من خارج العراق فبالتالي بعد أن يكتشف مثلا يشوف نشاط دكتور صفل يسوي عليها سيرت ياخذ منه بعض التفاصيل المعلومات في راسله حتى يحيله بالثقة أنه أنت فلان وانت كذا وكذا نشاطك فبالتالي قد يقع ضحية هذا الموضوع جانب آخر ما يتعلق مثلا حتى موضوعة هناك ما يطلق عليه مثلا بالشعوذة الإلكترونية شعوذة الإلكترونية يعني مثلا مثلا أنه يا فلان ابن فلان يعني أنا المتحدث أمامك وصلتني مثل هكذا رسالة أنا فلان أخيك فلان من الصومال وأنت متعرض إلى سحر من أقرب الناس إلك وكذا 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 وبالتالي أنه ممكنك أن تحادثني وأن أفق عنك هذا السحر وأنا مكلف بشكل رباني وهذه التفاصيل ويعطيك بعض التفاصيل التي تتعلق بعملك بكذا حتى يوحيلك أنه هو إلهام رباني حتى يتعرف عليك فبالتالي نشوف أنه قد مثلا بعض الشخصيات أنه قد تتعاطى وتتعامل مع هذا الاتجاه وهذا ما قد يقعها ضحية في هذا الاتجاه زين بحسب شركة جروب آي بي أكثر من 2400 وظيفة وهمية يعني هذه للمواطنين والمواطنين جاء يقدمون عليها وكلهم ثقة وكلهم إيمان بهذه الشركة لكن هي بالحقيقة الوظائف كلها وهمية يعني شنو خطورة هذه الخطوة المشكلة هذه الوظائف الرقمية الوهمية الرقمية الوهمية نجاز التعبير يعني نسأل لماذا جرى الإقبال عليها من قبل الناس من قبل الشباب من قبل الفتيات من قبل الشاباب هو نتيجة عدم وجود فرص عمل فبالتالي خلاني مثلا أو خل هذا الشخص يتجه إلى هذا الموضوع وبالتالي قد يكون عرضة للتحايل عرضة حتى للإبتزاز واسمعنا كثير من القصص التي صارت أنه مثلا شخص أو شخصية مثلا أنه ذهبت إلى مقابلة وإذا وجدت نفسها ضحية قد تكون إلى حتى جريمة اعتداء جنسي هل سمعت باعتباركم مراقبين ومتابعين لا لا بالتأكيد سمعت قصة غريبة عن هذا الموضوع يعني هناك روايات وقصص كثيرا تشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه مثلا يصير موعدتها في مكان وحينما تذهب إلى المكان تشوف هذا المكان مثلا عبارة عن مزرعة أو مكان مهجور أو عن كذا في أقل تقدير وبالتالي إحنا للأسف يعني مثلا هم مرات يقول لك مثلا هو شنو اللي يدفعها أن تكون مثلا خارجة عن مثلا عن مسافات الإدراك والعقل أنه قد مثلا قد يكون هي المشكلة العوز والبطالة يعني شابة يتخرج من الجامعة أو شاب يتخرج من الجامعة ومطلوب من عندها تكون هناك وظيف حتى تأخر الزواج كل هذه التفاصيل أدت إلى أن تكون مثل هكذا فعاليات مثل هكذا جرائم هذا ما يدعو إلى ضرورة أن تكون هناك هب عراقية فيما يتعلق تنظيم الجرائم الإلكترونية وأن تكون هناك جهات معنية في مواجهة هذا الموضوع ستفرح إذا تسمحي لي حضرت يعني مثلا اليوم كل دول المنطقة دائر مدائلات هناك تطبيقات رقمية خاصة بالوزارات مثلا وزارة الداخلية الإجزة الأمنية حتى مباشرة أنا أتعامل معها إحنا دعينا جهات الأمنية في هذا الاتجاه ودعينا حتى هيئة العلم المتصالات وكل الجهات أنه يا أخوان سوونا تطبيق رقمي هذا التطبيق أنه ممكن يعني هي القضية يعني مشارطة أن يتعرض إلى انتحال إلكتروني يعني مثلا حتى مثلا سيارة مثلا في منطقة مقطوعة بالليل وهذه السيارة عطلت وهذه السيارة حينما تعطل مثلا قد يجيك شخص منقذ وإذا هذا الشخص منقذ قد يكون محتالا وقد يبتزل كنت وياك عائل فتضطر أنه تحاول حتى تخرج من هذا الموقف بأي طريقة كانت ماذا لو كان هناك تطبيق رقمي هذا التطبيق رقمي مرتبط بجي بي اس فبالتالي هذا التطبيق رقمي بجرد أن أسوي إشعار يروح إلى أقرب مركز الشرطة وبالتالي يوجه إلى أقرب دوري أن هذا المواطن شو كان رد الجهات الأمنية على هذا المقترح؟ يعني هذا المواطن هو حينما نتحدث في هذا الاتجاه يكون هناك ترحيب وهذا على أعلى المستويات يكون هناك ترحيب لكن للأسف على أرض الواقع لم يطبق مثل هكذا الموضوع يعني حينما نتحدث عن موضوع التطبيقات الرقمية يعني شو تفرح نحن يكفينا الإشارة إلى أن في جائحة كورونا اللي كل دول العالم هبت نحو التطبيقات يعني مثلا وزارة الصحة دخلنا بالجائحة وما طلعنا من جائحة وما سووا تطبيق رقمي واحد يخص موضوعات الجائحة فبالتالي اليوم يرادلنا هبه في هذا الاتجاه خلق خبرات إهمار تعمود لازم أكو سبب ياء عدم الدراية الكافية بأهمية التطبيقات الرقمية يعني اليوم حينما نتحدث عن الجيل الرابع جز المسؤول جايت لهذا الرسال مهي هاي المشكلة يعني حتى يعني هس أنت ده تقول إحنا أغلب العراقين حضرتك والكادر اللي موجوده آني كثير ما توصل هذه الرسال معقول المسؤول ما وصلت لهذه الرسال بالتأكيد تصل مثل هكذا الرسال وتصل مثل هكذا قصص مثل هكذا روايات وأنما حتى تصل بعض الأمور تتعلق مثلا بضحايا يعني موضوع غسيل الأموال يعني أنا قبل أيام شاهدت شخص موظف في وزارة الإعمار قدم على هذه السلفة وبالتالي حينما مثلا من سحب راتبة بعد أنه تصل بالرقم اللي كان يتواصل به على أنه شركة لتشغيل الأموال أو للقروض أو للسلف وشاف التريفون مغلق أنه اتعرض إلى موضوع غسيل الأموال وكذا وتدقيق هذه التفاصيل فبالتالي اليوم هذه القصص موجودة هذه الروايات لكن عدم وجود قناعة لدى المسؤولي العراقي فيما يتعلق بأن يكون هناك منظومة للأمن السفراني وهذا جزء من الأمن السفراني العراقي في جالب آخر الشباب وقعوا عرضة لمغريات السفر إلى أوروبا تعال رتب لك جوازك ورتب لك السفر ورتب لك عمل في أوروبا وإذا ما قدرت السفر إحنا رح نرجع لك فلوسك هذا لعب على وتر آخر على عقول الشباب كم حالة حضرتك رصدت في هذا الموضوع يعني يكفينا الإشارة إلى الحالة التي حصلت قبل حوالي شهرين الحالة التي تم اختطاف مجموعة من الشباب وجراء تعذيبهم وإرسال الصور وكل العراقيين شاهدوا هذه الفيديوهات فبالتالي هذه الحالات هناك بالعشرات مثل هكذا حالات جانب آخر بما يتعلق بالابتزاز الجنسي يعني قبل أيام جاني طالب بالكلية جاني طالب بالكلية وإذا مثلا تعرف على شخصية غير عراقية وبعد أنه يعني بعض الأمور وبعض المغريات اللي أجراها أنه طلب من عنده خمسين دولار تخيل لي يعني التفاوض اللي صار بأنه نزل وياه إلى خمسين دولار فجاني دكتور قال لي ما هي النصيحة فقلت أنا برأيي هذا الخمسين دولار أما أنه ما عنده شيء ممكن يواجهك بباشر عقب أو أنه هذا ممكن رح يخلي رجعك فبالحادي أن أنت خسران خسران فبالتالي المهروض أنه توقف تعاملك مع هذا الشخص اللي ديراتك في كل تفاصيل وتعمل على حظ رب الكامل لأن أنت بكل الحالات خاسر وبالتالي تم هذا الموضوع وبالفعل إيجاني بعدين وقال لي دكتور أنا أشكرك جدا تم انتهاء الموضوع بهذه الطريقة لكن ماذا لو سربت الصور للمحادثات ماذا مصيرا ينتهي مهو يعني يستفرح هو نعم يعني هو من يوصل وياه إلى خمسين دولار بحكم خبرتنا أكيد المبتز الخمسين دولار ليش كل شيء فبالتالي خمسين دولار أما أنه هذا الشخص ما عنده شيء ممكن أنه يبتز به ويواجه به أما أنه يريد الخمسين دولار كمدخل حتى يكون فاتح إلى أمور أخرى وبالتالي الخمسين فبالحالتين أنه إذا انطال خمسين دولار وما كان ذاكي ناوي يكتفي بالموضوع رح يستمر وياه ففي حال أنه يغلق التواصل وياه يوقف التواصل وياه هذا بالتأكيد رح يخليه أنه يعني يجنب أهون شرين إنجاز التعبير وبالفعل أنه تضح أنه هذا الشخص الذي كان يتساوم ببداية كانت إمرأة وبعدين هذه الإمرأة يعني تحول إلى رجل وبالبداية كانت التواصل مع إمرأة من لبنان وبعدين أنه تفاجئ أنه شخص يتواصلوا إياه من المغرب فبالتالي هم يبدوا أنه مثل هكذا عصابات هكذا موضوعات شكت الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تسمح أنه يجي شخص مجفول يلعب بعواطف الشباب وبيعقولهم وبإدراكاتهم الحسية وبعدين يتسهم ويهددهم يعني أولها كفر وتاليها موت يعني سيدة المشكلة رقابتنا عبارة عن إذا تتخذين الرقابة العراقية هو عبارة عن رصد بعدي وليس قبلي يعني رصد بعدي وليس قبلي يعني هذه الصفحات اليوم المهروضة موضوعات السلف وموضوعات في فبتالي يعني بس حتى أفهم بعد ما توقع المصيب يعني ويبدو هكذا بدليل أنه استمرار هذه الصفحات هذه الصفحات بما أنه مستمر فإذن ماكو هناك شخص يمكن أن يتابعها نعم الأجهزة الأمنية تتشتغل على الاتجاه يعني حتى لا نخصنا أشياءها هم الناس اللي يشتغلون في هذا الاتجاه لكن أولاً أدواتهم ضحيفة أدوات اللي موجودة ما تحتاج أدوات دكتور؟ يعني إحنا نحتاج بالأساس نحتاج إلى مهارات رقمية هذا الجانب والأداة هي مو فقط التقنية الأداة من دون قانون من دون تشريح إحنا هاي مشكلة عندنا ضعف بالعراق أنه ما عنده قانون يلزم يعني أنا تحدد دائماً في كل اللقاءات في كل المؤتمرات في كل الملتقيات أنه ضرورة أنه هذا التهاون الرقم اللي إحنا بحذ ذاك المحروض وإحنا جئنا نصوت على قانون جراء بالمعلوماتية وشفت في الضجل هذه المشكلة الضجل اللي صارت نتيجة أناس يما يرتبط بأجندات تستهدف تستهدف موضوع تنظيم الحريات التعبير في العراق وبالتالي حتى حصلت مثل هكذا هجمات يفترض علي آني كمشرع أنه ما ألتفت ميزاً فس حضرتك كمختص وباختصار كيف يمكن أن نحمي أنفسنا ونحمي شبابنا من هذه المحاولات أولاً وشنو نصيحتك للناس الذين وقعوا عرضة الإبتزاز يعني إحنا كل الناس اللي نوجهه لهم مثل هكذا نصاح أم أكيد على دراية مثل هكذا نصاح لكن مثل ما قلت الحضرتك هو مثلاً شخص يقول لك أنا مثلاً خليه أخسر 500 ألف دينار والمليون دينار يعني محتاج 10 ملايين فبالتالي المفروض أن ينبه الناس من قبل أنه الموضوع لا يقف عند السلف قديم موضوع يصل إلى مرحلة غسيل الأممال وهذه التفاصيل هذا جانب جانب آخر نصيحتي إلى الأجئزة الأمنية أن تمارس دورها بشكل أكبر وأن تتابع الصفحات الموجودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني اليوم الصفحات وسط إلى مرحلة يعني حتى موضوعات يعني أذراً تبادل الزوجات وهذه التفاصيل وتشوفون أنه صفحات منتشرة بشكل كبير وهناك تعاملات وهناك تواصلات كلها المفروض أنه يفترض أن تتابع وأنه يجري عملية إبلاغات هذا جانب هل رصدتم صفحات قذرة في مواقع التواصل يعني هذه الصفحات بحكم فرقنا فرقنا رصدت عشرات الصفحات والمحادثات بالمكشوف نجاز التعبير يعني أشخاص يعرفون نفسهم نعم بأسماء أهمية وقد يستخدمون معرفات مثلاً تليجرام والماس انجار حتى لا يتم التمكن منه لكن فرقنا الرقمية رصدت عشرات مثل هكذا حالات شكراً جزيلاً رئيس مجلس المسار الرقم العراق الدكتور صفد الشمري نورتنا شكراً جزيلاً على كل هذه التوضيحات إذن ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبارنا المحلية لهذا اليوم السودان يزور بقر جهاز المخابرات الوطن بمناسبة ذكرى تأسيسه ويشيد بدوره في تحقيق النجاحات الأبنية وزارة الصحة تعلن صدور الأوامر الوزارية الخاصة بتعيين العلومي وزارة الزراعة تعلن الحد من تسريب المنتجات المهربة للأسواق المحلية المنتجات النفطية تعلن تجاوز مبيعاتها 550 مليار دينار عبر الدفع الألكتروني خلال آيار الموض الحصاد انتهى شكراً على كلم المتابعة وتسرحون على خير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة